هل ممكن لو الإنسان خف من الناحية النفسية أو يتعالج نفسياً هل من الممكن يخف لو كان بيشتكي من مشكلة ما في جسمه؟ آه يعني ده صحيح بيحسن الحالة الجسدية يعني نسبة الوفيات في الناس اللي بيصابوا بأزمة قلبية لو جالهم اكتئاب مع الأزمات القلبية أو جالهم قلق بتبقى حوالي 60% نسبة الوفيات والمرض النفسي بالمناسبة بيأصف عمر المريض أو بيأخذ من عمر المريض من 10 إلى 20 سنة ده غير أنه بيأثر حتى على أداءه وإنتاجيته والأمراض النفسية تؤثر في الإعاقة من ما بين كل الأمراض بتختص بـ 30% من الإعاقة وفي نفس الوقت برضه بتختص بـ 30% من التكلفة يعني في المنظمة الصحة العالمية عملوا دراسة لقوا أنه الأمراض المزمنة من سنة 2010 إلى سنة 2030 هتستهلك حوالي 47 تريليون دولار في الفترة دي طب الأمراض النفسية تاخد كم من 47 تريليون؟ 16 تريليون دولار يعني طلت كل الأمراض المزمنة الأمراض النفسية هتستهلك 16 تريليون دولار وعشان كده أرواق هذا صقب أسود كبير بيمتص الاقتصاد العالمي وبيمتص الطاقة الإنسانية والإبداع الإنساني وكل الملكات الإنسانية فمن هنا انتبهوا يعني كل دول العالم مخاطبة من منظمة الصحة العالمية بالانتباه وتخصيص ميزانيات للصحة النفسية أو لعلاج الأمراض النفسية احنا بس عندنا مشكلة تانية مهمة كبيرة جدا اللي بيصابوا بالأمراض النفسية نسبة قليلة جدا منهم اللي بيعالجوا يعني بيقولوا من نصف في المية لتلاتة في المية اللي هيروحوا للطبيب نفسي عشان يتعالجوا اللي هو أهل الاختصاص طب ما البقائين بيروحوا فيه؟ بيتجاهلوا المشكلة؟ يا إما يتجاهل المشكلة وما يخدش باله أن ده مرض نفسي يا إما يروح بقى للدجالين للمشعوزين لفك الأعمال اللي بيحوش العفاريت مش عارف إيه أو يروح لأي حد غير الطبيب النفسي فبالتالي بتتأخر يعني فرص العلاج للمرض النفسي ويتوه بقى فيه دهاليز كتير جدا لحد ما يوصل لحالة مزمنة ترجمة نانسي قنقر